السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اليوم ان شاء الله الجو سخون بزاف الجو حار الحمد لله اللي جات من عنص يدار بي مرحبا بها وقررت باش ننزلكم القلاس باستدية الاشكيلات وغادي نعطيكم تلبة إلا ما عندكم شهادي تقدروا تديروا هادي المهم بقاوا معايا ما تمشيو فين كملوا الفيديو من الول حتى الاخر وما تنسوني شمالي لايك والبارتاج وغادي نبدو إن شاء الله عدنا واحد صاشي ديال بودرة ديال العموس يمكن لكم تديروا شونسي فيها مية وعشرة قرام معا السيطر ديال الحليب يكون بارد بارد مزيان غادي نتيها باش غادي نطربها وحاولوا ما تطلعوهاش بزاف مني غادي نطربها غادي نقسمها على ستة الحصاص بالنسبة لي انا 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 ضوبلت المقادر يعني هادي السيطر اللي اعطيتكم موساشي انا ضوبلت على حي تدرت كمية كثيرة انتو ما لبغيت تديرو هاد الكمية قسموها على شحال ما بغيتو بغيتو تديروها شكل واحد يمكن شكل شكل لول غادي نديرو بالكاراميل عندكم الكاراميل ديال الدار غادي تديرو تقريبا واحد جوج معالق او تلاتة على حساب انتو ما كتخلطو كتشوفو اللي بغيتو ما عندكم ش غادي تديرو فلوم كاراميل هادا اللي كتشوفو وغادي نضيف واحد الياغورت ديال الكاراميل باش كيعطي ذك المداق اللي كيجي بنين بزاف وكيجي تا كريمي ما كيجيش كيجي زوين في الماكلة ديالو صافي كنخلطو ما نكتروش تخلط بزاف صافي وغادي ناخد واحد سوبر اللي غادي دخول لي او لاو واحد البلاستيك اللي غادي دخول لي الفريقو وكننزل فيها الكمية ديالي هاد الول بالكاراميل كي ما قلت لكم اللي ما عندكم ش كاراميل ديال الطار يمكن لكم تديرو غا هاد الفلوم ديال الكاراميل لكي يعطين نتيجة هي زوينة وبنينة وضيفوا لي واحد الياغورت بالمادق ديال الكاراميل بالنسبة للثاني غادي نديرو شوكولات ديال الدهن كمية اللي بغيتو على حساب شوفا ديالكم واشنو كتبغي وانتو ما كتخلطو انتو ما كتضوقو وعلي حساب ساني عود الكيمية انا در شوية كيمية كثيرة خلطو مزيان غادي نضيف ليه البودرة ديال الشوكولات تقدرو تديرو انا درت خنيشة واحدة تقدرو تديرو من خنيشة تلجوش هات خلطو تشوفو خاصكم اللون غادي تزيدو خنيشة واحدة اخرى صافي غادي نزلتها هي في حد ايناء هاد الغلاس ساهل ولكن نتيجة ديالو ولا اروع غادي نديرو التالت تالتو ولكن غادي نخلط لكم قشرة ديال ليمونة حامضة محكوكة غادي نضيف ليها تقريبا واحد جوج معالقة الكلاسة ديال حليب المركز المحلة وعدنا اربع كاس ديال الحامض فيتي شوية انتم كما كتشوفو في الكاس ماشي نصس كاس يعني اربع كاس وغادي نخلطو كل شي مزيان وغادي نديه المجميد وغادي نخليه وغادي ندوزو شكل تاني وديال الحامض ما غادي نديروه اشتابع خلطو خلطوه مزيان وديروه في المجميد ده بشكل تالت غادي نديرو حق ديال ياغورس بالمداق ديال الكاراميل وغادي نضيف ليه كوكيس المهم انتم ما يبقى لكم الخصيات يمكن لكم في هاد القلاس تديرو فيه المقصارات نوغا اللي اعجبكم والكمية كتبقى لحساب تقدروا تديرو ستاديا لحبات ديال الكوكيس المهم على حسابكم غادي تخلطوه بحلاكة وغادي تخليوتا هوكي يجيز زوين زوين بزاف وتديروه البسكويت اللي اعجبكم واللي عندكم في الدار لا بغيتو تجربو صافي سواكي نوضعوه في حد الايناء اولى في هاد البلاستيك اللي قددخل للتلاجة غندوزو الخامس اللي غادي نديرو في هاد اما تديرو في هاد الفلون ديال الفريز اللي ما عندوش نسيت سميتو كا المهم كيكون متلج كنديرو متلج فغنبواز كنديرو في الفريقوتا كيتلج او كان ندوزو في هاشوار او كان اخد كمية ديال شانتي اللي اتطربت او للموس او كان خلط ركيب قمتلج كيجيزوين كيجي ماداق رائع بالنسبة لدك الاموس او لشانتي اللي غا تديرو ديال الخنيشة ديال البودرة راح لوا وانتو ما تيبقى الحلاوة على حسابكم انتو ما تقدر لاخصكم الحلاوة تزيدو زيدو لحسابكم بتو مايا صافي نخلط وغادي نوضعو في في البودرة ديالو يلا بغيتو تديرو الشيلون ديروه بلا لون را كي يولي مليون زوين هذا صافي جبت دك بالماداق ديال الحامد كيجي خطير 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 اما صفيه ولا تديروه بديك القشارة ديالو القشارة ديالو ما كاتباش وكاتجي ماداق زوين صافي وخلطو بغيتو تديرو شوية ديال اللون ديرو ديال الحامد ديال الحامد لاغوم ديرو شوية وخلطو وحطو داريت لكم في الفيديو استديرو الشكيلي لات ساي ممكن ديرو شكولة غادر في بي بيت شوكولة داريت لكم خمسة ديال الفريز اولى اللي بغيتو اي فاكهة حبيتو تقدروا تديرو تالبانان ما عندكم مش مشكل دلتلي شوية ديال الفريز شوية ديال كراميل سائل اللي كيتباع وبالنسبة للحامض غادي ندير قشرة ديال الحامض وفيها شوية ديال السكار وغادي نديرها من الفوق تايا كتعطي مادة قزوين ولما قدوش ديرها ماشي مشكل ماشي ضروري انا باش نفرز لكم الالوان كل واحده الماطق دياله بحلا غادي نبيع بشي محل بتلكم خمسة بالطبس ما نقوش لكم من اروع ما يكون غادي تخطو عليهم وغادي نوضعوهم في المجميد ليلة كاملة ومني غادي نجبدوهم غادي تشوفو مني تجبدوهم البنات ماشي ديك ساعة غا تبدو تخدمو فيهم خليوما خمسة دقيق بينما شوية باش يساعدوكم باش يجيوا سهلين انتو ما غادي تشوفو خمسة ديال دقيق غادي تجبدو وتبدو تخدم او اقل انتو ما غادي تشوفو شو اللون كي جا جا زوين زوين بزاف المهم احنا في طانجرة اليوم صاد صاد الموت قولوا لي يا تنتو ما يا من اي مدينة واش عندكم الحرارة ولا لا مهم خلينا كازا باردة جينا الطانجة البارح كانت الجوزوين واليوم سخل الحال ولكن الحمد لله كل حاجة تجيب وقيتها البرد تم البرد دياله سخون بزاف بزاف اقولوا لي يا قلوا حدا اشنو كي انا اللي تعجبني بزاف 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 هو ديال الحاموض وديال فرامبواز هادو بجوش يحمقوني وبالنسبة لوليداتي را كيبغيوا ديال الكراميل ديال البيسكويت ديال الشوكولات المهم غادي نديرهم في المجمد ليلة كاملة ومن بعد الصبح غادي نجبضهم وغادي تشوفوا سبارك الله ما شاء الله كيشا ولا اروع وبالنسبة لها دورات ديروهم وتسهنوا ويقلسوا لكم كل مرة جبدو حاجة وليداتي كيمشيوا يجي بدو تكشي اللي بغاوا ويرجعوا الفريغو المهم كتوقفي على حاجة كتخدميها مرة واحدة وكتحطيها انتم ما شوفوا ديال الحامض او ديال الليمون ولا اروع ويمكن لكم هدا ديال الليمون زيدوا اللي نعناه يجي مخطع يجي رائع ولكن ما نقول لكم شي حاجة اللي اروع ما يكون غادي تجربوا ان شاء الله وارطوا لي الخبار مسحتكم غادينا ندير لكم كل شي بشوفوهم كاملين وبالنسبة اللي ما عندوش هاد هاد الالة ديال غلاس اديروها بمغرف معي القاعة بش مادرتو ماشي ضروري لي ما عندوش ااخد موغا بلي كاين مغير فاق انتم والا اروع وديرو تاني عود الصوس دير الشكلاة اكا تخليه شي شوية كا تخضموه مزيان شوية صوس ديال الفريز هاد ديال البيسكويت واعر واعر زوين الصحة والراحة كنشكركم بزاف على المشاهدة وعلى تجي عديد ديالكم واشرقكم مبروكة باش ما تمنيتوا بالصحة والسلامة واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله ولا بغيتو شي حاجة خليولي يفتع عليك يا الله بسلام عليكم شكرا